دكتور أحمد الشربيني أهلاً وسهلاً بحضرتك معنا أهلاً محضرتك وعندنا الحقيقة أسئلة كتير جداً وكلها بتصب في المجال العلمي وبالتالي هناك مصطلحات كتير قوي حنسأل عنها بدايةً عايزة أسأل عن ما يسمى الآن بثورة تكنولوجيا المعلومات ونحن نعيش في هذه الثورة وفي هذا العصر بمعنى إيه؟ بمعنى أنه تقنيات الاتصالات تكنولوجيا المعلومات اللي كانت سابقاً محدودة الاستخدام هدفها يعني كنا زمن الاتصالات كانت أي تليفون وبعدين تلكس وفاكس وبعدين ابتدنا ندخل في عصر الإنترنت في بداياته وتحول الإنترنت مش بس وسيلة اتصال بين أفراد وسيلة اتصال بين أشياء وأصبح الأجهزة للكمبيوتر الحديثة مش بس بتعالج بيانات وأرقام وحروف أصبح بتعالج صور وفيديوهات وكل أنواع الوسائط اللي ممكن توصل لرسالة فأصبح استخدامه في كل مناحي الحياة من الطب للتسليح للثقافة والفنون للتعليم وهلوم مجر وبالتالي بقينا بنعيش في عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المؤثر في كل جوانب الحياة وهذا القطاع اللي هو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو الوحده قطاع منتج منتج بمعنى بيطلع برامج وبيطلع أجهزة وبيطلع خدمات وفي نفس الوقت مصدر يعني محقق لدعم الاقتصاد القوم والأهم أنه هو الممكن والمحفز الأساسي لتطوير كل جوانب الحياة يعني في هذا العصر منقدرش نقول أنه ممكن أحقق أهداف تنمية مستدامة بدون استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهذا متفق عليه الدوليا فبالتالي هو عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليس حبا في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فقط ولكن لأهميتها في تحسين حياة البناء آدم والدول والمؤسسات ولأن هذا هو التطور الحادث في العالم كله ده صحيح أين نحن منها بس أنا مش لازم أي تطور ألحقه أنا ألحق التطور اللي يفيدني التطور اللي يحقق لي أهداف مجتمعية وتنمية هذا القطاع يحقق لي هذه الأهداف فمش بس لأنه هو الموضة لكن لأنه فعلا يفيد فيه تنمية مجتمعية وتطوير الدول والمؤسسات والأفراد تطوير الدول والمؤسسات 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 والمؤسات 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 والمؤسات